بسم الله الرحمن الرحيم عزائي طلبة وطالبات الصف الخامس القسم الكهرباء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض الجزء اللي احنا كنا بنتكلم فيه الحلقة اللي فاتت وكنا بنقول اننا عندي باب تالت في آلات التسهير اللي احنا قلنا عليه اللي هو محركات طيار مستمر زادة التخزير منفصلة وكلمنا في اول حاجة ايه هي المحركات دي وقلنا بتتركب من ايه وبعد كده كملنا وقلنا اننا عندي ملفات المنتج بتاعتي وملفات الاقطاب بتولدلي عبارة عن هي بتولد مجال بغناطيسي ومنها يتم ادارة او محركات دي يتحرك ويدور فانا اكلمت عليها حاجات دي وقلنا ان انا عندي اول حاجة اللي هي خواص المحرك او اداء خواص المحرك وهي السرعة والعزم وقلنا عشان المحرك يوصل لسرعة يبقى ازا لازم يبقى فيه جهد وطيار ومقاومة بيت على اساس ان يبتدي المحرك يوصل له الكلام ده كله او تات حاجات دول هيوصل له المحرك فيبتدي يعمل لعملية السرعة ويبتدي يبلغ السرعة مقننة ويبتدي يشتغل في الوحدة الانتاجية كلام ده قلنا واخدنا قانونين او كلمنا حتى الحلقة اللي فاتت في ست قوانين الست قوانين دول قلنا منهم قانون في الاي اللي هي القوة الدفعة القهوابية واننا هي بتساوي الكي في الفايف الدبيو ام وبعدها قلنا ان في الفي وهو الجهد الواقع على الملفات عضو الستنتاج اللي هي بتساوي الاي زائد الاي اي في الاي اي وقلنا المقاومة والطيار الواقع عليه واخدنا مسألة استنتجنا مسألة مع بعضينا وكملنا الشغل بتاعنا النهار ده برضو هنكمل الجزء بتاعنا في باقي القوانين هنقول هنبتدي من اول العزم تاني احنا قلنا الصوع هنبتدي في العزم تاني وهنقول القوانين بتاعة العزم اللي هنشتغل عليها ونبتدي نكمل بريد قوانيننا على اساس نستنتج القانون من كل القوانين دي ونبتدي نشتغل مع بعض في المسائل فعندي هنا قلت في الحلقة اللي فاتت عندي استنتجت ان انا عندي ايه العزم اللي هو بيساوي النيوتن مت قلنا ان تي بتساوي كي ايه في الفاي في الاي ايه وحيث ان الكي ايه هي السابت والفاي هي الفيض المغناطيسي وبيقاس بلوبيبار والاي ايه وهو الطيار البيبار في عضو الاستنتاج فقلنا ان انا عندي عشان انتج عزم يبقى لازم يكون في مجدار سابت يكون في طيار يكون في فيض مغناطيسي على اساس اسبت الكلام ده في الجو ده او في الشغل اللي هنشتغل دلوقتي اثبت ان مجال الطيار عندي بيبقى سابت في الملفات المجال والفيد مناطيسي سابت لان بناء عن طيار سابت يبقى ازا المجال المغناطيسي او فيض مناطيسي مش متغيب يبقى سابت يبقى ازا في الحالة دي هقوله ان methy waktu المجدار السابق بيسوي كي اي في الفاي بينتغ لي مقدار سابق تمام فعندي هنا حيث ان الكي مقدار سابق واعتبر ان الفيض الفاي سابق تمام وي عنده طيار المجال بيكون سابق مع اهمال الدائرة المغناطيسية المحرك ففي الحالة دي الطيار بيتناسب مع الفيض المغناطيسي او مع طيار المجال عندي ففي الحالة دي استنتجد قانون خامس وقلت ان الفاي بتساوي الكي اف في الاي اف اذا انا جي قال لي في مثال وقال لي محرك طيار مستمر منفصل التغزيع تمام وقال لي عندي حيث ان المقدار السابق بيساوي كزا والطيار الماء في طيار المجال او في ملفات المجال بيساوي كزا اذا اوجد الفيض المغناطيسي لهذه او لهذا المحرك يبقى اذا في الحالة دي انا هعمل ايه هعمل حاجة بسيط هقول له انا عندي الكي اف ما هو قال لي مجال يبقى اذا اف يبقى اذا ايه اف يبقى انا هقول اذا هقول ان الفاي بتساوي الكي اف في الاي اف تمام يبقى اذا الفاي بتساوي الرقم السابق اللي موجود في المسألة في الرقم اللي موجودة عندي في المسألة للطيار الموجود في المجال وهي الاي اف يبقى اذا في الحالة انا استنتجد الفاي بتاعتي جيب بعد كده في قانون هستنتجه تاني ان انا عاوز اجيب اي اف طيب يا جماعة احنا عندنا لو جبت قانون اوم قانون اوم كان بيقول ايه اه قانون اوم بيقول لو ووصلنا المسلس بتاعنا اهو وكنا بنقول ان المسلس بيقول هنا ار واسم هنا الفي وهنا الاي وهنا الار صح كده تمام يبقى اذا المسلس ده بيقول لي ايه بيقول لي ان انا عاوز اجيب الاي يبقى هقول له ان الاي بتساوي الفي على الار مش ده القانون بتاعي سابق اه فهنا بيقول لي انا زي ما قلت عاوز اجيب الفاي فاقول له الفاي بتساوي الك اف في الاي اف طيب عاوز اجيب الاي اف يبقى اقول له ان الاي بتساوي الفي في الاي الفي على الاي الاف وهي التيار الجهر الم� Montreal في ملفات المجال ومقاومة الملفات المجال الي اف دقيقة ملفات المجال. يبق ازا في الحقيقة دي جبت ايه? الطيار. طيب. مسال. عاوز مسال شكل كده. اي حاجة اتعباري على الكلام ده على اساس انا مش مش فاهم قوي. طيب نجيب مسال نكتب مسال. هنقول محرك. طيار مستمر منفصل التخزين. حلو. هقول له اه الجهد للمجال او ما في ملفات المجال? 200 فولت. تمام? وهقول له ان مقاومة دائرة المجال. مسلا تلاتة او. حلو. اوجد ايه? اوجد الطيار المجال تمام? والفيد. للمجال. والفيد ليه? للمجال. مش صعبة. طب احلها ازاي? على ايدي الشمال اهو. هبتدي اعمل خط. وهبتدي اكتب المعطيات. ايه يا المعطيات? قال لي اول حاجة? قال مسألة. محرك طيار مستمره. الجهد. مفاصل التخزين. الجهد في المجال او المعطي في ملفات المجال. 200 فولت. يبقى ازا هقول له ان الفي اف بتساوي 200 فولت. حلو. مقاومة دائرة المجال يبقى المقاومة عندي ازا. قال لي مجال يبقى او او ايه? اف. بتساوي الثلاثة او. اوجد طيار المجال. هقول له ان الاي اف عوازها. تمام? والفيد للمجال يبقى عاوز الفاض. اه ايه ده? انا ازاي هجيب دي واجيب دي. هبص كده اقول هلاقي ان انا عندي كان مجهول في المسألة اتنين. كان مجهول اتنين. هبص عندي القوانين بتوعي الستة. عندي الست قوانين بتوعي. هشوف مين اللي ليه على المسألة في الحل. تمام? هبص هيدا. انا عندي هنا عاوز اي اف وعاوز الفاضي. ايه الكلام ده? طب انا مش عاف. قلنا اول ما بخش في الامتحان بكتب اخر وعندي في وقت الاجابة بتبقى بكتب فيها القوانين اللي انا حافز كلها. او لان عايفة كلها. تمام? واجي على كل مسألة. اه بص. اه. في عندي قانون الاف. اه. في قانون اي. اه. طب قانون الاي بيساوي ايه? قال لي اول حاجة. عاوز الاي ايه? الاي اف. والفاي بعدين. طيب ما انا عندي القوانين موجودة ايه? كتابها عندي. ايه هي? قال لي ان الفاي بتساوي كي ايه? ايه? وهي مقضاء ثابت في الاي اف. طب انا ما عنديش الاي. اجيب الاي ان هو طالبها مني في الاول اجيبها. يبقى اقول له في الحالة دي ايه? ان الاي اف بتساوي الفي اف على الف. حيث ان الفي اف بيمتين على التلاتة وهتبدي الناتج بتاعي بالانبير. تمام? كده اجيبت الاي اف? اه. اجيبتها. اه ده اجيب الفاي? طب ما اكون بيقولك ان الفاي بتساوي الكي اف اي السابت معايش? والسابت ايه? خمسة. والسابت كام? خمسة. تمام? دي نصيرها ما نكتبه في المسألة. والسابت خمسة. حيث ان الفاي بتساوي الكي اف في الاي اف. جبت الاي اف? جبت الاي اف. جبت الفي اف اف جبتها. يبقى ايزا انا حالة المسألة. العملية سهلة. مش صعبة. ان انا وانا قاعد. قاعد كده في البيت. وفاتح الكتاب قدامي. تمام? او فاتح الشغل قدامي اللي انا هفشتغل فيه. هاجيبها اقلم واصد القوانين. وقل. انا دلوقتي بعملي معاكل. انا كل قانون بديك عليه مسألة. او كل قانونين بديك عليهم مسألة. المسألة دي انا مش محضاها. انا المسألة دي بديها لك من عندي. من دماغي على اساس ان انت تفهم انا شغال ازاي? انا ماشي بالعقل بعقلك. عالك بيقول ايه? ان انا عاوز افهم الكلام ده اشتغله عمليا وليس نظريا. فانا هشتغل عمليا ازاي? هشتغل عمليا بالمسائل. زي بالزبط في العملي. لما تيجي تقول لي انا عاوز اشتغل انا مش فهم يعني ايه? اوصل دعتك. وهات البوش بوتون. وصل. دي مع دي. ودي ايه مع دي? وطلع العطاف بتاعة الطيار. وطلع العطاف بتاعة ايه? البوش بوتون اللي وصل البوش بوتون. وطلع عطاف المحاك واشتغل. كده فهمت. انا نفس الكلام بعتبق معك الكلام ده. بطبقه نظريا وعمليا. عمليا بتاعي انا ان انا احل مسألة. احط مسائل من دماغي تخليني اعفحل وافهم القانون ده ايه? انا اديتك المسألة دي. زي المسألة قبل كده. قلت لك ان انا عندي محاك طيار مستمرة منبسل التخزيز. بيساوي كذا. فولت. يبقى ازا الفي اف عندي. ويه? مقاومة دية المجال عندي. تمام? عاوز الطيار وعاوز الفيط علما بان السابت لملفات مجال كذا. يبقى انا كده هقضى اجيب الاي اف لها بتساوي الفي حال ار دي حاجة معروفة ان انا عندي قانون قم بيساوي ايه? الاي بتساوي الفي حال ار والفي بتساوي الاي في الار والاي بتساوي والار بتساوي الفي حال اي ده قوانين سابتة المسألة السنوات دلوقتي. تمام? واستنتجت منه ان انا جبت منه بعض القوانين دي. ماشي. هنبص مع بقى. مع بعض كنا مع بعض تاني هقول حيث ان الفي اف وقلنا عليها هو جهد مصدر ملفات المجال والذي يكون هو نفس الجهد المطبق على عضو الاستنتاج في حالة محركة توازن. يبقى ايزا انا ما عنديش فولتين بيخشوا في الداية. لأ مش انا عندي الداية بتاعتي? اه فانا عندي الجهد بيساوي متين فولت. الجهد بيساوي كم? متين فولت. فالجهد ده هو الجهد ده. فالجهد ده هو الجهد ايه? ده يبقى بناء على كده بقول ان الفي الاساسية بتاعتي اللي موجودة عندي في دخول الجهد لملفات المنتج او عضو الاستنتاج بتساوي هي برضو ملفات الجهد الداخل لملفات المليئة. يبقى ايزا الفي بتساوي الفي العادية? يبقى ايزا ما اقول لك عاوز في المسألة دي هتقول لي ان الفي اف بتساوي الفي العادية بتساوي متين. شفت بقى الكلام بتاع المسائل ماشي ازاي? او الكلام في ماشي ازاي? اعوض ازاي? ان انا وانا شغال ببص على كل حاجة. عندي بيقول لك جهد الناتج في عضو الاستنتاج بيساوي تلتمية وتمانين فولت. ايه وجد? ملف الايه? الفولت الموجود في ملفات المجاهة. اول ازاي? ايه ده? اجيبه ازاي? ازاي? واوجد شوفها كمان? واوجد معاها الايه? واوجد معاهم الطيار المار في ملفات المجال. ايه ده? ازاي? هجيب ملفات والمقاومة تساوي اتنين اوم. يبقى اداني جهد عضو الاستنتاج. تمام? واداني المقاومة. ماشي? وقال لي عاوز الاي اف. طب ازاي? هتقول لي ده كده في مجهولين. يا عم. في مجهولين اه. يا استاذي. في مجهولين ايوة. بس في مجهول منهم اتحال تلقائيا. ايه هو? ان قال لي. ان الفي الاساسية اللي انا قلت لك عليها. اللي بتبقى بتمر فيه ملفات عضو الاستنتاج. وبستنتج من القرد دفعة الكهربية. هي نفس الجهد اللي بيمر في ملفات المجاهة. يبقى ايزا? الفي بتساوي الفي اف. يعني انا قلت لك ان الجهد المال فيه ملفات عضو الاستنتاج. بيساوي امتين وعشرين فلت. يبقى ايزا? الفي اف بتساوي امتين وعشرين فلت. يبقى ايزا? انا جبت كده معايا الفي. ومدين الار. يبقى ايزا هقول الفي عال الفي. مش صعبة. هو عباها عن ان انا بستنتج قوانين. مش هيبقى هيبقى ازاي بقى فيه فلت او فلت وفلت. لا هو فلت واحد بيمر. بس تنتج منه الفلت التاني او قول ده بيساوي ده. ما فياش اي صعوبة حتى الان في الشغل التاع. طيب. والا اف هنا هي مقاومة ملفات المجاهة. دي. يبقى ايزا? انا كتب لك كل حاجة بالتفصيل. لو سيادتك قاعد قدام الشاشة معانا. وبتكتب بالقلم والواقع. هتلاقي نفسك بايه بتحل مسائل من دماغك. ده اللي هو الصح. اللي انا عشان اجيب درجك ويسعف الات التسيير. لازم 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 يقوم معايا واقع وقلم. واكتب القوانين بتاعتي وبعدها ابتدي على كل قانون اجيب مسألة. انا بيجيلي في الامتحان مسألة مجمعة على عشر قوانين. تمام? وبيقول لي وبستندك منهم قانون واحد اشتغل. يبقى ازا ممكن عشر قوانين دول اجيب منهم تلت قوانين عشان يستندك منه القانون الاخي او المطلوب الاخي عندي. تمام? من معادلة تلاتة اللي احنا اتكلمنا عليها وهي الكي. المعادلة تلاتة بتقول لي ايه? المعادلة تلاتة بتقول لي ان الكي اي في الفاي في الاي ايه. حل? يبقى ازا من معادلة تلاتة دي اللي هي بتاعة التي بتساوي الكي اي في الفاي في الايه. يصبح العزم ناتج من محرك زي التخزية المنفصلة وذلك بفرض ثبات الفيض كالاتي. ان انا هجيب معادلة رقم تمانية. احنا قلنا معادلة اخيها ستة. اللي هي? الاف بتساوي الفي. الف على الف. دي اخر حاجة قلناها. طيب المعادلة السبعة ايه? ان الفي اف بتساوي الفي. الفي اف بتساوي ايه? الفي. طب. هاجي بقى استنتج المعادلة التمنى. من مين? من المعادلة التالتة. المعادلة التالتة بتقول لي ايه? ان الكي اف او التي بتساوي الكي اي في الفاي في الاي ايه. الكي ايه قلنا ثابت. الفاي وهي الويبر او الفيض المغناطيسي. والاي هي الطيارة اللي ما في ملفات عضول السبتات. عاوز استنتج العزم من المعادلة دي. قال لي في الحالة دي هستنتج ان قال لي يصبح العزم الناتج من المحرك. زي الكوة ازي التخزيها المنفصلة. وذلك بفرد ثابت الفيض. مش الفيض تثابت? اه. والمجال والطيارة ثابت? اه. يبقى ازا في الحالة دي يقول له ايه? ان التي بتساوي الكي في الاي ايه. تمام? يبقى ازا الكي بتساوي الاي. التي بتساوي الكي في الاي ايه. يبقى ازا في الحالة دي نكتب المعادلة ديت. ونقول انا عندي المعادلة دي بتقول لي المعادلة التمنى ان في عند التي بتساوي الكي ايه في الكي محلشي في الاي ايه. وهنسمع معادلة رقم تمانية. يبقى معادلة رقم تمانية بتساوي الكي في الاي ايه. وحيث ان الكي هي الثابت. والاي ايه هو الطيار في ملفات عضو الاستنتاج. حيث ان الطيار الماضي بنقول ثاني هو ثابت. والمجال او الفرد المكacamة سي ثابت. فقلنا ان استنتاجن من معادلة ثالثة ان انا شلت الفاي وخليتها الكي في الايه في الاي ايه. يبقى معادلة تلاتة. تب بتقول لي ايه? الكي في الفاي في الاي ايه. لا انا استنتاجت بقى او استنتاجت ان عندي الفاي ثابت فطاطح مع الفاي يبقى ازا الكي في الاي ايه هي اللي موجودة عندي طيب هستنتج معادلة تسعة اه قال لي لكي تصبح القوة الدفعة الكهربية عندي من معادلة هقول له في الحالة دي قدره اجيب الاي انا عندي تسعة الاي وهي القوة الدفعة الكهربية بتساوي ايه? الكي في الو ام اه مين الكي? الكي ثابت الاي هي الاي الاي قوة الدفعة الكهربية الاي ام ا Our K ده الكاف وهي القوة الدفعة الكهربية حلو وال WM اه مين و WM ها نقول مع بعض WM هي ايه? هي السعة اللي عندي او سعة المجال لعضو سعة العضو الاستنتاج وهي قلنا بتقاس بالنصف قطرية لكل سانية اي ال ready لكل سانية تمام يبقى اذا الاي بتساوي ك في ال WM هاستندك حاجة تانية قال لي من معادلة رقم 3 ال 2 ليه رقم 2 معادلة رقم 2 كانت بتقول ايه قال لي ان المعادلة رقم 2 كانت بتقول ان ال V بتساوي E زائد IA في RA يبقى انا استنتاج المعادلة التامنة من معادلة رقم 3 مجي يبقى معادلة العزم استنتجتها اللي هي معادلة التامنة استنتجتها من معادلة رقم 3 اللي هي التي بتساوي K في IA طيب استنتجت معادلة جديدة وهي E وهي قوة ضفعة قربية بتساوي K في ال WM اي السابت في السوعة بتاعتي او سوعة مجال سوعة ملفات عضو الاستنتاج حلو هبتدي اقول بقى استنتج من معادلة اتنين المعادلة رقم عشر اعني هجيب معادلة اتنين معادلة اتنين ومعادلة تسعة واستنتج منهم المعادلة رقم عشر دي اللي استنتاج بتاعي يبقى معادلة رقم اتنين اللي هي بتقولي اني E بتساوي ال V بتساوي E زائد I R في R A تمام والمعادلة التسعة اللي هي ال E بتساوي K في ال WM يبقى اذا في الحالي هستنتج منهم هما الاتنين معادلة رقم عشر اللي هي بتقول ايه اني ال V وهي الجوت بيساوي K في ال WM زائد I A في ال R A اه طب معلش طب جات KM دي منين وال WM يا عم انا ايه لكني عندي هنا ال E صح اه طب ما ال E بتساوي ايه ال E بتساوي K في ال WM اه صح والمعادلة التانية كنت بتقولي ايه اني ال V بتساوي ال E زائد ال I A في ال R A طيب ما ال E دي اه لو طلعنا دي كده هلاقيها دي استنتاج دي حل ودي استنتاج المعادلة رقم اتنين حل يبقى ايه زائد معادلة رقم تسعة لو بصت كده هلاقي ان المعادلة رقم تسعة موجودة ومعادلة رقم اتنين موجودة يبقى اقول له ان ال V بتساوي ال K في ال WM زائد ال I A في ال R A وقانون ثابت عندي اتنين ومعادلة تسعة صعبة حتى الان مش صعب اللي احنا فيه كده مش صعب مفيش اي صعوبة حيث ان ال WM يقولنا الصعبة بتاعتي طيب في عندي معادلة كمان اه المعادلة اللي هي بتقول ايه اي ان الصعبة ال WM يمكن التعبير عنها بالعلاقة الاتين يبقى انا عاوز اجيب الصعبة اللي هي ال WM يبقى انا عندي ال V موجودة جبتها ال K سابت ال WM صعبة ال I A موجودة ال O A طب انا ما عنديش ال WM ده لابسط كده في تسعة ال E بتسوي كزا يبقى لازم يكون فيه E عشان اقضى اجيب ال WM صحي كده اه طب عشان اجيب ال WM هنا طب السعبة دي يبقى لازم يكون ال V وال I A وال O A اه طب لما فيش الكلام ده وعاوز اجيب ال WM يبقى انا عاوز اجيب ال V في المسألة قال لي ان انا عاوز ال V وعاوز اجيب عاوز ال V فاقول له ان ال V بتسوي ايه ال K في ال WM زياد ال I A في ال A A طب انا ما عنديش ال WM وما عنديش ال I وما عنديش ال V اقضى اجيبها ازاي يبقى لازم اجيب ال WM قال لي اه يبقى ال WM هتيجي ازاي قال لي ال WM هتيجي بقانون تاني وهو ال WM بتسوي ايه هقول ان انا عندي ال W M بتسوي مين ال V ناقص I A في R A تمام? على ال K كده اقدر اجيب ال WM اه طب ال WM التميز بتاعيه عشان نفتكر ها افتكر معاي ال WM طبعوز ايه اللي هو تميز بتاعيه اللي هو R A دي على S صحي كده يبقى التميز بتاعها هو R A دي على ثانية او على S ده التميز بتاعها دي يبقى ايزا استنتجت قانون واقم 11 من 10 ومن 9 ومن 2 ان انا قلت اللي ال WM اللي هي تميز بتاعها R A دي على ال S بتسوي ال V وهو الجهد ناقص ال I A في ال R A على K فيها اي صعوبة? لا مفاش اي صعوبة يبقى انا عملت ايه? خدت اللي ال K وال W طلعتهم بقى طلعتهم ايه بقى ودخلت او بالعاوة انا خدت ال I A في ال R A عشان بالسالب خرجتهم بقى بالموجب خرجتهم بقى بالسالب بقيت ايه? ال V ناقص ال I A في ال R A على ال K تمام? تمام ماشي طيب وال WM ال K وال WM موجودين فالحالة دي بقول ايه? اللي بقى على ايه? اللي جوا على بقى يبقى انا اخد ال K واجبها اقسمها على الجزء ده واجب منه ال WM يبقى ازا ال WM بتساوي ايه? ال V في ال I ايه? في ال R ايه? على ال K يبقى انا كده استمتجت الكلام دو قال ان انا عندي المعادلة التمنى والمعادلة 11 هادا هستنتج منهم ان انا اجيب ال WM من ال V ومن نفس القانون دو ومن العزم ومنين من العزم ان انا هقول ان ال WM اهي? يبقى استنتج القانون وقم 12 بتاعي هقول له ان ال WM بتساوي ايه? ال V على ال K تمام? ناقص ايه بقى? ال R ايه? على K اتنين في T في ايه? في T تاني انا عندي هيدا ال WM بقى لها قانونين عندي ال V على K ناقص ال R ايه? على K اتنين في T يبقى انا بسطة عندي هنا برضو على معادلة بتاعتي هلاقي ان انا برضو نفس الكلام هول من المعادلة 3 8 او معادلة رقم 8 والمعادلة رقم 11 هستنت القانون تاني وهو القانون بيقول بيقول ايه? ان WM بتساوي V على K ناقص ال R A على K اتنين في T وهسميها معادلة 3 12 او معادلة رقم 12 3 ماشي في منحنة هشوفه دلوقتي بيمثلي ان ال A هي خواص اداء المحاكل هي خواص اداء A السع للا مع العز يبقى خواص اداء سع مع العز هنشوفه المنحنة وال B بتمثلي العز مع طيار لنفس المحاكل يبقى السع يبقى انا عندي في A وفي B في الشغل بتاعها في المنحنة اللي هشوفه بعد كده ان ال A هي الاداء لسع السع مع العز وال B هي العز مع طيار لنفس المحاكل ويتضح من شكل منحنة السع مع العز المحاكل انه عباع عن خط مستقيم وذلك كما هو موضح بشكل معادلة رقم اتنين ان T تكون السع عند حالة الحم اللي هو نو نو لود اللي حم ما فيش حم يبقى ما فيش عز ما فيش حم يعني ما فيش عز يبقى اذا اي ان العز يساوي صف اذا T بتساوي صف يبقى اذا في الحالة دي هستنتج من المعادلة اللي هي فوق عندي اقم اتناش اللي بتقول WM بيساوي ال V على K نقص A على K اتنين في T هتساوي ايه هستنتج ان WM زيو بتساوي اللي هي فيه لاحم يبقى انا عندي قانون حمل وقانون لاحمل يبقى انا عندي قانونين لما قولك المحاكم السوء التغذية المفاصلة في حالة الحمل يبقى في عزم في حالة الحمل يبقى في ايه عزم اما في حالة اللاحمل يبقى فيش عزم يبقى اذا الصعة ال WM زيو بتساوي في الحالة دي ال V ع الك اي الجهد ع السابت فقط انا عندي كده بيقول لي هنا عندي في المنحنة عندي في منحنة بيديني اداء او خواص اداء السوء والعزم وفي نفس المنحنة في ال V اللي هو العزم مع الطيار لنفس التح ايه لنفس المحرك فقال لي في حالة ان المحرك بتاعي شغال او ما بيحملش او ما فيش تحميل بيبقى خط عندي مستقيم معنى الخط مستقيم يعني معناها ان انا في حالة لاحم ما فيش تحميل ما فيش عزم ما احنا قلنا العزم ده بينتج عن ايه عن التحميل للمحرك لما جيب محرك واجيب على عضو الدواب بتاعه مسلا على سبيل المسال في الواشا عندي حتة خشبة وخليه يلف وهو بيلف عملت ايه حملت عليه فبقى فيه عزم العزم دوت يعني معناها ان هو بيبتدي يدور ويبتدي يتقاوم الايه الحمل عشان يبتدي يديني حركة او الصوع اللي انا عاوزها صح كده صح ففي الحالة دي ما فيش عزم في خط مستقيم اذا ما فيش ما فيش عندي حمل يبقى اذا في حالة اللاحم يبقى اذا الت بتساوي صف يبقى اذا اقدر اجيب الصوع بتاعتي اللي هي ال WM اقول عليها WM زيو يعني WM في حالة اللاحم بتساوي ال V على الك نقول تاني تمام يبقى اذا عندي في حالة الحمل عندي الت بتساوي الك في ال I A تمام في حالة الصوع بتاعتي للمحرك الصوع بتاعتي اللي هي ال WM بتبقى في حمل في بتساوي ال V على K ناقص ال R A على K2 في T والT دي هي العزم T هي هي العزم طيب جبت منحنة المنحنة بيعمل ايه المنحنة عندي بيبقى خط مستقيم لو بصت هنا اهو المنحنة عندي اهو هاجي هنا في منحنة ايه منحنة في صف ومنحنة في عندي ال T اه لو بصت كده في المنحنة الاول اهو اللي هو مكتوب zero و T zero T هنا ان انا عندي هنا ال WM وعندي هنا T ده منحنة العزم والسوعة وده منحنة العزم العزم ويه والطياب بتاعي الما فيه اهو عندي هنا T وال I A ايه الطياب بتاعي اما يجي موه هنا يبتدي موه عندي فيعمل عملية عزم في الضوار فهنا في حم لكن هنا في المحاول في ايه المنحنة التاني بيقول لي هنا ال WM تمام وهنا T فهنا في عزم وسوعة عزم ايه وسوعة بس هنا العزم والسوعة في خط مستقيم فما فيش عزم ما فيش ايه عزم فبيسوي صف فالعزم يسوي ايه صف في الحالة دية ال WM في اللاحن بتسوي ال V على ال K اما في المنحنة اولاني انا ممكن اقول ان فيه سوعة وفيه طيار مار يبقى اقدر اجيب فيه ايه ال WM اجيب منها العزم واجيب العزم عندي بيكون في حالة الحمل فانا عندي هنا بيقول لي وكلما زاد العزم تقل السوعة كلام ده كلمنا فيه وما فيه اي كلام تاني كلمنا فيه من شوية وكلمنا فيه الحصة اللي فات واللي قبلية ليه لسه اي هتلي كده محرك في الواش واحنا وقفين خليه دور وهو بيتدور حمل عليه هت حد تخشبة وحمل عليه بس مش يعني على العضو الدواء هو بيلف هتلا هو بيلف السوعة بتقل والعزم هيزيد بي ايه بيزيد يبقى ازا كلما زاد العزم قل السوعة يبقى فيه ايه فيه علاقة عكسية بين العزم والسوعة تمام ان انا كل لما العزم يزيد كل لما السوعة تقل كل لما العزم يزيد كل لما سوعة ايه تقل زود عزم زود العزم كل لما زود العزم السوعة على اللي انا عاوزه? كده هيحصل ايه? الحملة بتاع لو زودته على هيعمل ايه? هيزود العزم. فتقل السوعة. فالمحرك هيسخن. فيبتدي يعمل عملية اتلاف للمحرك من الداخل. يبقى اينا بيقول لي هنا ايه? كلما زاد العزمة كل السوعة. حلو. ويكون النقص في السوعة من حالة اللحم الى الحمل الكامل. اللي هو فول لود. على المحرك في حدود خمسة في المية. وذلك بالنسبة لمحركات ذات القدرات المتوسطة. وتستخدم محركات ذات التخزين المنفصلة فيها التطبيقات التي تتطلب تنظيم سوعة جيد. اي التي تتطلب سوعة تشغيل سابتة. تمام? تقريبا مع تغيير الحملة على المحركة. يبقى ازا في الان دي بيقول لي كلما زاد الحم زي ما احنا بصين كده على المنحنة. المنحنة هنا بيقول لي هنا الحم مفيش مفيش ايه? يبقى ازا مفيش حم بيساوي صف يبقى ازا السوعة عندي في خط مستقنية. سايب محرك شغال 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 بيلف. ازا محرك بيلف يبقى ازا محرك مفيس سوعة. هاجل المنحنة التاني هلاقي ان المحرك بتاعي بدأ السوعة بتاعته بتزيد. فانا حملت بقى. اما اجا حمل هلاقي التي بتزيد والسوعة بتقل. التي بتزيد والسوعة بتايه? بتقل. بيكون النقص في السوعة في حالة اللي حمل الى الحمل الكامل في حدود خمسة في المية. بالنسبة المحركات ايه? زاد القضاة المتوسطة. تمام? فهمنا? الكلام ده? تمام. فهمنا? فهمنا القوانين? اه. فهمنا ان انا في عندي حمل ولا حمل? اه. تمام? فهمنا انا ممكن وانا قاعد اجيب شوية قوانين او القوانين انا باكتبها دي قانون قانون او قانونين قانونين او تقل القوانين مع بعض وادمجهم في مسألة عشان افهم. اشان اشغل ده. ده لو اشتغل معايا خلصت معايا الدنيا اقدر احل اي مسألة حتى لو كان فيها بتطلبات كتير. انا بديك كل القوانين دي لان انا زي ان بقول لك باستنتج منها عدة مسائل. تمام? تمام. هاجي على مسال او بقى. ايه ده هنيجي على ايه? مسال. طيب. مسال بيقول للمسال ايه بقى? مسال. محرك طيار مستمرة زوج تغزية منفصلة. هناخد مسال هنجمع فيه الشغل اللي احنا قلناه التمن. الاتناشر. مسال او الاتناشر قانون اللي خدناهم انا طبعا اديتك على ست قوانين. مسال اديتك على قانونين. مسال. عديك بقى? عديك. مسال على التجميع ادي كلها. ونشوف ازاي نحل المسال. تمام? مسال. محرك طيار مستمر تغزية زوج تغزية منفصلة. زوج تغزية ايه? منفصلة. لملفات المجال. جهده المقنن متين وعشرين فولت. جهده المقنن متين وعشرين فولت. اجي كده. وعمجايب ايه؟ خط على ايدي الشمال. اهو واكتب هنا. قال لي الجهد حيث أني الفيل بتساوي متين وعشرين فولت. وطيو المقنن إذن A بتساوي 80 أمبير وسوعة المقننة أليك فيك ألك سوعة المقننة هي سوعة المقننة 800 R B M تمام؟ يبقى إذن سوعة المقننة R B M يبقى إذن A B M هي N A B M هي مين؟ N تمام؟ A B M هي N بتساوي كام؟ 800 A B M 800 لفة لكل دي حل يبقى أنا عندي حاجتين عندي وم قلنا عليها وقلنا ال N أما يقول لي هنا الاستنتاج بتاعي الاستنتاج بيقول لي إيه؟ إن ال N بتساوي إيه؟ 800 R B M 800 R B M A يبقى إذن دي N ومقاومة عضو الاستنتاج 12 من 100 O يبقى إذن المحرك يقوم إذا كان المحرك يقوم بتشغيل حملة ميكانيكي عزمه سابت يبقى أنا عندي T سابتة تمام؟ عند السعات عند كل السعات احسب سعات المحرك إذا انخفض جهد المصدر إلى 120 درج عاوز سعات إيه؟ المحرك بتاعتي تمام؟ يبقى أنا هاجي أقول له عاوز السعات وعندي جهد تاني في الانخفاض اللي هو بيساوي 110 فولت هنيجي نحن آه أول حاجة أنا عاوز أعمل إيه؟ قال لي عند الحمل الكامل إنه هو بيقول ليه؟ نقول مثال تاني محرك طيار مستميل زي تخزين المتصلة لمجال مغناطيسي لمجال ملفات جهده 120 فولت والطيار 80 أمبير سوعته 800 لفل كل دقيقة وعضو لاسنتاج مقاومته 12 من 100 قوم إذا كان المحرك يقوم بتشغيل حمل ميكانيكي عزمه ثابت عند كل السعات احسب سوعة المحرك يبقى أنا هقول سوعة المحرك عند الحمل الكامل واشوفها إزاي أعمل فقال لي أنا هحلها إزاي؟ قال لي أول حاجة هقول إنه إيه؟ أنا استنتجت هنا لو بصت بقى أنا عندي استنتجت قلت إن الفي واحد أنا عندي فيه في بتسوي 220 وعندي في تانية بتسوي كام 110 لو انخفض الجهد تمام فأنا هجول إيه؟ عند الحمل الكامل تمام الإي واحد بتسوي في واحد ناقص الإي آه 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 واحد في آه حل يبقى إزا أنا عندي الفي ناقص آه في آه ده القانون الأول القانون الإيه؟ الأول بتاعي إنه أنا شغال على بوله الفي الإي بتسوي لأي قوة دفعة عقابية بتسوي في ناقص آي إيه؟ في آر إيه؟ أنا عندي الفي آه بـ 220 فولت تمام عندي آه 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 بـ 80 تمبير عندي آر آه أنا طلعت لك آر بتسوي كام بتسوي 12 من 100 قوم موجودة يبقى إزا هضب الاتنين دون مع بعض الآي في الآر وطحهم من 220 هيديني الناتج بتاعي 210 بعمل عشرة فولت يبقى إزا أول ما حقل المسألة هقوله عند الحمل الكامل هقوله القانون الأولاني بيقول لي إيه؟ إن الإي بتسوي الفي إي واحد طب أنا قلت إيه واحد ليه؟ حل أنا قلت إيه واحد لأن أنا عندي في جهدين في عندي كم جهد؟ اتنين الجهد الأول 220 فولت الجهد التاني 110 فولت حل فأنا هجيب السرعة بتاعتي عندي عاوز أجيب السرعة فهجيب الأول قوة دفع الكرابية بتاعتي الأولى اللي هي الفي واحد اللي هي بتاعت 220 فولت وطلعتها بو 210 بعمل 10 فولت تمام؟ حيث أن عزم الحمل ميكانيكي سابت حلو فإن عزم المحركة يكون أيضا سابت تمام؟ وبالتالي إن التي بتسوي كي كي في 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 ايه تمام؟ يبقى إذن الكي في 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 ايه اثنين إن أنا عندي عندي العزم سابت وعزم المحرك سابت العزم الحمل الميكانيكي سابت الحمل اللي أنا حطوا على المحرك سابت يبقى أنا عندي عزمين قال لي إن أنا عندي الحمل الميكانيكي سابت عزم الحمل الميكانيكي بتاعي ايه سابت وعندي العزم بتاعي الاساسي سابط. يبقى اذا حيث ان عزم الحمل الميكانيكي سابط فان عزم المحرك يكون ايضا سابطا. يبقى اذا الكاية بالتي بيساوي في الحالتين الكاية في الفاية اي واحد والكاية في الفاي اي اثنين. يبقى ا钱 الطائل مع في الحبل الميكانيكي وطائل مع في المحارك هو ساعة تاني. يبقى ده بيساوي ده. يبقى اذا الاي اي واحد بيساوي الاي ا اثنين تمانين. طب انت ليه doo? ليه جبت الكلام ده. ليه جبت القانون ده. لان انا بقول ان عندي الاي ايه بتساوي الاي ايه بتساوي تمانين. لان انا قلت حيث ان عزم الحب ميكانيكي سابت. فان عزم محيك يكون ايه في الحالة دي? سابت. في اي صعوبة? مفيش اي صعوبة. طيب. بالتالي قلت ان الاي ايه واحد بتساوي الاي ايه اتنين. يبقى ازا بيساوي في الحالة ديت تمانين. يبقى الاتنين ايه مع بعض بيساوي ايه بعض. تمام? هبتدي اجيب الجزء التاني من المسألة. معايا اللي هو عند تخفيض الجهد او جهد المصدر الى مية وعشرة فولت. تمام? هبتدي اجيب المسألة. هقول اني الايه اتنين. بتساوي في اتنين. بتساوي اي اتنين. بتساوي في الار السابتة اللي هي المقاومة. وابتدي اجيب المعادلة بتاعتي. هنقدر كده في الوقت ده نحل مسائل مع بعض. ونبتدي نشوف. انا اديدك اتناشر قانون. اه اتناشر قانون اشتغلت بيهم. اه بشتغل بيهم اه. وهبتدي راجع تاني. يعني في الحلقات اللي جاية كل مسألة بخدها ممكن ارجعها قبل ما اشتغل تاني في اللي بعدها على اساس تبقيه الدنيا معايا مصبوطة. وفاهم الكلام بتاعي. بكده نقدر نقول احنا خلصنا جزء في المسائل بتاعتي. ومعاكم استاذ سعيدة بالسعود. السلام عليكم وحمد الله.